اشتركوا في القناة ضد السكان فعمت المظاهرات وبدأ الحراك المسلح بتشكيل الجمعية الإسلامية من قبل عبدالله أفندي بولبولزاد والذي كان مفتيا في اسطنبول فعاد إلى عنتاب للدفاع عنها قائلا لا إفتاء وبلدي محتل وفي أيلول عام 1919 انسحبت القوات الإنجليزية من المدينة بموجب اتفاق مع الفرنسيين وفي الخامس من تشرين الثاني من العام ذاته احتلت القوات الفرنسية عنتاب قام الفرنسيون بإنزال العلم التركي من كافة الدوائر الرسمية وأطلق الفرنسيون اسم كيليكيا على المدينة وكانت لحادثة إنزال العلم التركي من مغفر أقيول في عنتاب وقع القنبلة على الناس ترافق ذلك بمحاولة اعتداء من قبل الجنود الفرنسيين على امرأة تركية فدافع عنها ابنها كاميل حتى استشهد فبدأت المظاهرات والحراك المسلح ضد الفرنسيين فحاول الفرنسيون تهدئة الوضع ووعد قائدهم ماري بالقبض على الجنود الفرنسيين الجنات وبدفع دية كاميل لكن والده رفض ذلك وقال جملته المشهورة وهل أنا عديم الضمير حتى أساوم على دم ابني شعبي سينتقم لها وفي الرابع من أيلول عام 1919 في مدينة سيوس تم توحيد العمل العسكري والسياسي تحت مسمى جمعية الدفاع عن الحقوق وتم حل الجمعية الإسلامية وخاضت عنتاب معارك عديدة ضد الفرنسيين واستشهد كثير من أبنائها أمثال شاهين بي قريلان أكبابا فأوجعوا الفرنسيين وضيقوا عليهم عندما لم يهدأ الوضع حاصر الفرنسيون المدينة من كل الجهات باستقدام قوات من سوريا وأماكن أخرى واستمر الحصار قرابة العشرة أشهر عانت فيها عنتاب الجوع والعطش ونقص الإمدادات العسكرية وقد قصفت خلالها القوات الفرنسية المدينة بثمانين ألف قذيفة مدفعية ما أدى إلى تدمير ثمانية آلاف بناء وتضرر مثلها جزئيا وسقط أكثر من ستة آلاف شهيد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال في الثامن من شباط عام 1921 أضاف البرلمان التركي اسم غازي للمدينة لاستبسال أهلها في الدفاع عنها فأصبح اسمها غازي عنتاب انتهى الحصار بدخول القوات الفرنسية والسيطرة على المدينة بشكل كامل في التاسع من شباط عام 1921 بعد دحر القوات اليونانية على الجبهة الغربية في سقاريا تم التوقيع على اتفاقية أنقرى مع الفرنسيين في العشرين من تشرين الأول عام 1921 والتي تم بمجبها تسليم غازي عنتاب إلى البرلمان التركي وانسحبت القوات الفرنسية بعد شهرين في الخامس والعشرين من كانون الأول من المدينة واعتبر هذا التاريخ عيد استقلال عنتاب عن الاحتلال الفرنسي والذي يحتفل به كل عام طرقات مدينة غازي عنتاب التركية تؤدي كلها إلى حلب فمنذ لحظة الخروج من مطار المدينة تأتيك لوحات الإرشاد المروري تخير الزائر بين التوغل في وسط المدينة أو الالتفاف باتجاه حلب التي تبعد أقل من مئة كيلو متر عن توأمتها التركية فالمدينتان المتجاورتان ترتبطان ارتباطا تاريخيا وثيقا تتداخل فيه العائلات والتجارة والصناعة المحلية حيث كان سنجق عنتاب يتبع لولاية حلب خلال حكم الدولة العثمانية وبموجب اتفاقية لوزان عام 1923 بقيت عنتاب ضمن الأراضي التركية وحلب ضمن الأراضي السورية كأن ثمت في عنتاب ما يذكرك دائما بأن المدينة هناك حيث حلب أما هنا فمجرد ريف بلد آخر ولأن الريف غالبا ما يخدم المدينة في حربها تحولت عنتاب في السنتين الأخيرتين إلى ظهير فعلي للشمال السوري ويقدر عدد السوريين في غاز عنتاب بحوالي 400 ألف سوري يتوزعون بين أربعة مخيمات ومركز المدينة ومحيطها فتحت عنتاب للضيوف السوريين كما سمتهم أبوابها منذ الأيام الأولى للثورة السورية وقدمت يد العون لهم إما من خلال المؤسسات الرسمية أو من خلال منظمات المجتمع المدني وتم افتتاح أول مدرسة سورية في تركيا في عنتاب من قبل بلدية غاز عنتاب الكبرى وتبعتها مدرسة ثانية تبرع بها رجل أعمال تركي وتعهدت البلدية بإدارتها وسميت آنذاك بمدرسة الصداقة واليوم يوجد في عنتاب 48 مدرسة تقدم التعليم المجاني للأطفال السوريين وتستوعب حوالي 50 ألف طالب كما كانت عنتاب صاحبة فضل في استصدار بطاقات الكملك التي بموجبها استفاد السوريون من كافة الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية مجانا واستضافت عنتاب أيضا الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية فلذلك استحقت لقب عاصمة الثورة السورية خارج سوريا فباتت عنتاب تلبس حلة عربية سورية في مطاعمها ومحلاتها وأناسها ليخال المرء نفسه وهو سائر في بعض الأحياء أنه في حي من أحياء حلب ترجمة نانسي قنقر